التقاليد اللي موجودة عندنا الحقيقة وسنين طويلة وحتى الآن حتى الآن لا احنا مش عادرين نوضع خطوط لهذا الموضوع ورغم ان المسألة في صعيد نصر ان المسألة فيها عائلات متعلمة ولادهم كلهم متعلمين انما المسألة لها رزور ولاها حاجات كتيرة وحقيقة الامر ان احنا دايما بنتعامل مع الفروع ومتعاملش مع اللذور طالما ان اللذور بتاعت الحاجة موجودة في الارض اللي بتولد دا وبتولد الكرهية وبتولد الفكرة دي اتو كلام دا كله هي ثقافة انا اقدر في ولادي انا كان لازم انا في الصعيد انا لو انا كتربية وتعليم انا كوزارة تربية وتعليم وكل المعاهد التعليمية كان لازم يبع عندي في الموضوع ده موضوع ظاهرة بتاكل في ولادنا وعائلاتنا من سنين طويلة كان لازم يبع عندي ثقافة طلع التفل الصغير معلموا حالة حاطلوا مادة كده ما هو ده التعليم هو أنا التعليم ده أنا بقريب أنا ما هو ده الصعيد فيه مشكلة ده الطار ده عامل زي أي حالة يعني عامل زي الفيروسي كده بتاكل في عائلتنا وفي أولادنا وفي أخواتنا وفي أهلينا أنا رب الطفل والطفلة الصغيرين في المدرسة على ده حيطلع كده هي بدي ثقافة ثقافة وسلوك النهاردة الحقيقة الشيخ محمد زاكي بداري أمين عام الدعوة بالأظهر الشريف سابقا أمين عامل لجنة المصلحات بالأظهر درب أروع الأمثلة في هذا الموضوع في مشهد كان مؤثر بدا كان فيه يعني الاجتماع صلح تاريخي موجود حضر فيه المحافظ الدكتور أيمان عدن منه محافظ سهد وكبار العائلتين وكلام ده كله الشيخ محمد زاكي بداري هو طرف أخو القتل من فترة من 2012 والمفروض بقى يبقى هم اللي هي هم الطار ما هو ده في الطار بقى يبقى لازم ناخد حد من العيلة التانية فالنهاردة في العرف انك انت يبقى شايلين كفى انهم بتم الصلح وكلام ده كله الحقيقة في الصلح النهاردة هو تسلم كفى الشيخ مقدام أكتر من خمس سلاف واحد كانوا حاضرين في الاجتماع ده من أهالي تطف صورة ده كبير ردا وبكى وهو بيقول من عفى وأصلح فقدروها على الله أنا عايزة أقول ان ده نموز يعني لازم الحكاية دي تتقال وتتنشر وتتحكي ونقولها لان احنا عندنا الحدوتة يعني رزور ضربة في الأرض لابد من اقتلحها اللي بيتم ده ده العمل الشيخ البداري ده واحد بيقفل نهر دم نهر بيسيل دماء ده بيقعد مفتوح كده لغاية يوم القيامة يمكن والله أعلم كده بيتقفل خلاص نقفل الموضوع ده لان بيتم هذا الكلام وانا في صعيد مصر الكلمة كلمة الراجل اللي ما قول كلمة هي كلمة فانتهت لما يقول ان انا قابلت ده والطرفين خلاص عمل وللسو الصلح وأقسموا على كتاب الله ان ما فيش حالة ده خلاص وقفوا يعني طير دم يا رب اللي حصل في سهال ده يبقى نقدر نحطه في كل حتة نكرره في كل حتة يا رب يطرح لنا البركة في كل عيلة عندها لها طار ان يبقى فيها حد زي الشيخ محمد زكي بداري ده يحط ده عشان نوقف نوقف بقى نوقف الدائرة دي الدائرة الدائرة اللي هو النمية دي الدائرة انتقام دي توقف عند حتة معايا